ناقش محافظ محافظة أبيان الوأرق نبو بكر حسين سالم مع نائب المنسق العام للمرضمات الدولية والمحلية بالمحافظة أنيسا اليوسفي تدخلات المرضمات والجهات المنحة في المحافظة خلال العام الجاري كما تطرق اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة أحمد الجرفوش ومسؤول الرقابة والتقييم ببكتب المنسق العام أحمد طالب إلى مناقشة التنسيق مع جمعيات العون الكويتية والرفع لها بمشروع إعادة الإعمار الذي يشمل جميع المباني الحكومية المتضررة من الحروب والصراعات واستعرض اللقاء تدخلات منظمة تهيو منابل البريطانية التي تستهدف ترميم المدارس وتأهيلها وقضى قطاع الصحة والتعريف بعدد المشاريع التي تم الاستجابة لها منها حفر لابار وبناء الفصول الدراسية والوحدات الصحية من قبل عدد من المنظمات المانحة ووجه المحافظ بالعمل على توجيه المنظمات المانحة لتنفيذ التدخلات بحسب الاحتياج والأولوية في المشاريع مثمنا كافة الجهود المبذولة من مكتب المنسق العام في التنسيق والمتابعة المستمرة